يسأل عن قطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن هل هي تفطر أم لا؟ بالنسبة لقطرة الأذن وقطرة العين الصحيح أنهما لا تفطران ولا يعقل بأن يقال بأن العين أو الأذن منفذ للأكل والشرب وأما بالنسبة للأنف فإنه منفذ ولذلك نجد أن بعض المرضى ربما وضعوا لهم بعض العلاجات والأدوية وكذلك المغذيات عن طريق الأنف فنقول أن الأنف ربما يكون هو منفذ ولذلك القطرة بالنسبة للأنف إذا كانت تصل إلى الحلق فإنها تفطر فعلى من فعل ذلك واستخدم قطرة الأنف ووصلت إلى حلقه فإن هذا الصحيح في ذلك وهو الأقرب أنه تفطر وعليها أن يقضي هذا اليوم ولكن هناك بعض البخخات التي تكون خارجية سمى بعض البخخات التي يستخدمها لفتح الأنف ولا تصل إلى الحلق فإذا استخدمها فنقول لا حرج في ذلك إذا لم تصل إلى الحلق وهذا هو الأهم في هذه المسألة وليس لها رذاذ لها رذاذ لكنه خفيل لكنه لا يصل إلى الحلق لكنه موضعي ويكون فقط في مدخل أو مجرى التنفس عند الأنف ولا يصل إلى الحلق هذا هو الأهم نعم ترجمة نانسي قنقر